ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ساعة ساعة ميسينيش ثلثمية وعشين مرسوم رئاسي دوسورس أوفيسيال ممضاش عليهم الرئيس بوتفليقة بقاتل مشاريع معطلة ليوم من هذا ما بالكم ستين يوم هو غايب عن البلاد والمراسيم غير منضية والمشاريع معطلة ومجلس الوزراء لم ينعقد لحد الساعة تسمى دولة تعنار يتمشي بروندا كما هكذا هكذا يتمشي المؤسسة تعنار يقول لك تورول مدير ينذر أستاذا لأنه تحصل على مياه بالمياه في التعليم المتوسط تلقى أستاذ في مقياس اللغة العربية والتربية الإسلامية بإحدى المتوسطات غرب وليد سكيدا انذارا من قبل المدير المتوسطة لابلكم لا بارسكوليزيلفت يقرأوا عنده كل ربحه سان بورسا وذا المعلم هذا كان فرحان مسكين ويستلف تهنئة من طرف المدير تاعة المتوسطة مدير تعلق المتوسطة تسلو إنذار قلت له واته وش بيك تي قلوا بهدل بينا او دادي انا خلمت لها انا خلمت لها وانا قلت لها او قلتها باتخرش لي انا شبعه فرداء في البلد من شجعوش في الأكسلانس والله عايز المشاهدين اعطاه إنذار قلوا وش بيك ذا ذاكر من ورانا ها بعد أن حازع على نقطة 15 من 20 من قبل المفتش المادة تفاجأ بمدير المؤسسة ينذره وكأن المعني ارتكب جريمة او ربما الامر كذلك لأن كل شيء أصبح بالمقلوب في الجزائر عموما وفي قطاع التربية خصوصا الجنرال تفيق يحدث الطوارق في تلفزيون عايز المشاهدين لجنين الوهدات لكم عليهم وليزوفيسي هذوك اللي كيو اتينو ميريس من عند بوتفليقة من فالدو غراس من فرنسا الحبيبة جا الجنرال تفيق وعطاهم إليزا غرادة وعطاهم لنوميناسيوهم بس حكينا مشكلة سرات عايز المشاهدين تلفزيون ألجيريا نعطوا تصور تعو عقبوه دوك حدث زلزال في التلفز الجزائري يا عزي المشاهدين قالوا كيفاش تصوروني ونعلم بلكم بي بلي لازم الريح سكري جنرال تفيق لازم يريح سكري كل جو سكري واحد ما يعرفه نعطونا تصور اللي مورها هاو هذا اللي رأوا من قادري هذا هذا هو جنرال ونهضروا عليه في حنية كل يسلق للقلوب وكل سيطان في سيد لارميا الجريان سيطان في سيد يقدر يبان ويقدر يقوم في تلفز ويقدر يقدر معنا ويجي يقول لنا صحا رمضانكم كما قال لنا امجيني عزي المشاهدين أمباسادور تعال الإنجليز راح الجامع راح الجامع عزي المشاهدين وقالنا صحا رمضانكم السلام عليكم أمجاني أمجاني في سيد رمضان هذا النوات لنهاد أن أرخبز أمسكة في لغير بلغير صباح بلغير أمسكة في قلوب دي مارتير أمسكي رمضان رمضان لأمسكي والنجليز وأمسكي أشعر بحذية عندما نحصل إلى رمضان لخذية أمسكي أعلم أنه مجموعة جديدة و الناس سوف يستمتعون شوربة و بوريك أول مسؤول الأول في العسكر أروا واحس دعنا نشوفوك أعلم أنه ينشمار أو أنفونطوم أحد ما يعرفك أحد من الجنرات أحد ما يعرفك سمعين بي بك ربارك يا صعب أني هذه الساعة ساعة نخمم منسقسي الناس و نقول لهم وقيلها ستون الجاند إحنا كانوا يقيلون بسلل القلوب ونحن نقيل ركدوا الأولاد بالتوفيق بسي التوفيق حتى يقول لنا بلي المؤسسة العسكرية نظيفة لا تدرق على أعين الشعب أخي الجيش في خدمة الشعب خلاص يا صحبي بركيونا من هذه الخفية والسطار والسكري أخرج ربي يعني لي أن يكسيك يا صحبي ماذا؟ لأنني لم يكن البكري لأنني لا يوجد الباسبور لأنني تكون نحيا وتع الجيش ماذا؟ ماذا؟ لأنني تكون نحيا ونقصها في المونتاج تاكورك قالوا لي روحت بعيد أخير 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 صحبي المعروف أخير 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 بمصاري أخير 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 المشاهدة الجديد أخير 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 جزائري أخير أخير المبكسة أخير 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 رب ما داروا الألاف من الشباب الجزائري رب يكون معهم إن شاء الله ذاقت بهم الأرض وذاقت بهم الجزائر الكبرى أكبر بلد الآن في أفريقيا خلينا بلدنا الغني بكل ثروات اللي فيه المواسم الأربعة في يوم واحد اللي فيه أكبر صحراء في العالم عزيزي المشاهدين اللي فيه سيزيام ريزيرف دو غازو موند اللي فيه سينكيام بروديكشون بيتروليارو موند عزيزي المشاهدين اللي فيه ألف وثيثمائة كيلومتر من شاطئ البحر خلينا هذا كل وعطوها وكي تخرج من البلاد عزيزي المشاهدين بسكوتون عمار بسكوتكات يجيوا لك هذا اللي غارت كوت عندهم زورق عندهم باطوت فورتين مساكن دخلوا فيهم وباش يدور لك اللي فيه سيناريو يقول لك بللي الشباب هذوك أطاكوا الزورق تعالي غارت كوت هذا اللي رادو عزيزي المشاهدين هذا الرادو يأطاكي بابور تعالي غارت كوت كيف هذا؟ أي عقل هذا عزيزي المشاهدين مات واحد طفل وقال لك مات واحد من لغارت كوت والله يحكي واحد الشاب في واحد الفيلم وموجود على اليوتيوب عزيزي المشاهدين قال لك ينعودوا خارطين لغارت كوت يجيوا لنا الجمارك ويطرشونا بالحجار باش يقلبوهم يمكنهم لغارت كوت هذو المشاهدين هربتوهم من هذه المشاهدين وكي يدخلوا 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 لكي المشاهدين هذو المشاهدين صحيح يمكنهم من حول وفي أحضر المشاهدين 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 في القناة المنزل من المشاهدين لفعل أن يتخلwah على سبيل المشاهدين أشياء يدخل من خيام فيها الشلخ من خيام ؟ ت lone وقل من خيام يوجد خيام لفع نحن ليس خيام تهيئا ليس خيام متشاهد مبارك على الجماعة التي ربخها الباك عزيزي المشاهدين هدرنا المرة التي فات على الغش اللي صرف الباكالوريا كوميسيون دونكات هذو اللي رميون كيتيوع الغش هذا تعل الفلسفة والنحوام ماذاك القيوب اللي كين طلبة نسبة كبيرة من الطلبة اللي دالوا الغش ولي استعملوا تليفونات واستعملوا الايباد واستعملوا انترنت واستعملوا الغش من طرف الناس اللي يحرصوهم اولاد الجماعة عندهم عندهم الكتاف عزيزي المشاهدين دونك لقاولهم لقاولهم ينباراد قال لك بل يذوك نديروا حالة بحالة وكين مقسيين سوف يدخلوا الجامعة عزيزي المشاهدين خاصة الشباب اللي يربخوا الباك وعلى بلهم بل الجماعة ذوك اللي غشوا ما ربحوش ممكن تلقاهم في الجامعة واحد ما يسمع بهم يدخلوا بابي ومامي هذي يلا هذي الكونصير هذي دروه باش يدخلوا الجماعة ذوك اللي ما جابوش الباك بالصح انا حبيت فقط نقولكم بالليها وش رويسنا فيكم في الجامعة الجزائرية عندنا بلوزيور مونيو عزيزي المشاهدين عزيزي الطالبة في الجزائر عندكم لو شوى تقدروا تخيروا في الموني الموني يتعى الغداء والموني يتعى العشاء هذا الموني يتعى الغداء اليايور تقدروا تدى وقد ما تحبوا ربعا ولا خمسة للواحد عندكم روش وعندكم صلاطة الخبز بيانسور الخمسة جميعا الموني ثاني عندكم شربة وعندكم البيض وهذه كتشينة ما بين القارس وبين تفاح وعندكم باقيطة وباقيطة مكسومة على الجوجة الموني يتعى الغداء هذا الناس اللي يتعى العشتكتير ناس اللي يتعى تخصصات تصدم ناجحين وتسوي النقاط يقضي على أحلام آخرين اللغة التركية والمصرح والتمثيل للجميع والهندسة والتجارة للمحظوظين الهندسة والتجارة الكوميرس والنجينيور وعندهم 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 ساعة مذيخة وعندهم وعندهم إنهم يتكلم نجد الساعة 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 هذا هذا منيو سبيسيال تلمسان الجامعة الأخرى كان هذا تلي 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 وشوية بيض هذا البيض هذا مليحه بزيف للتخمام وشلاطة شلاطة الخضر هذه دائمين نلقوها في الجامعات الجزائرية بسك تساعد على هذا تأكل بزيف هاكم تشوفو هذا الكاشير على باك باش يكون شوية الانسان هذو اللي يديروا سبورتيف اللي رحمي يبونس انسكرير في الازيتيوت سبورتيف الكاشير ما يخطيك بش إن شاء الله كاشير ما يخطيك بش إن شوية ليبيا وليبيا كينا لكم نشوفو المرقة التحالي يجب تكون بيضة عيطولها مرقة بيضة ما هكذا بش تريحو داي من سوب ولا هذو مال اللي رحمي يستنعو فيكم في الجامعات الجزائرية الليموني وكش ما يجونا منو يدخراين نقدمها لكم إن شاء الله تكستوان وهذي كيتخلصوا القرية أوكل يعطيكم لي ديبلوم ومبعات روح تحوسوا على خدمة وفي نص الطريق تموتوا قد ما تلقى وخدمات تموتوا في الطريق أكثر بش إن أحفزكم وإن أشجعكم بش تسجلوا منيح في الجامعة الجزائرية الجزائر الجزائر تمسك العصى من الوسط وتدعو إلى حل توفقي رحابي الموقف الجزائري يحافظ على وحدة المصريين الموقف الجزائري طبعاً الموقف الجزائري يجب أن يدافع على اللاشرعية لماذا؟ لأن المسار الانتخابي في الجزائر أوقف بعنف كما أوقف المسار الديمقراطي في مصر بعنف كذلك والجزائر أنه يمكن أن يكون مقرد كفل الإليجيتميتي لذلك أحكم العصاب النصر تقول لك باللي بس اللي أنا المحير في القضية عزيزي المشاهدين الجزائر الدبلوماسية الجزائرية لم أخذت حتى موقف بالنسبة للسوريا بالنسبة للتونس بالنسبة للإخواننا في ليبيا كنا دائماً عندنا موقف المتفرج بس في مصر كي شافوا باللي أنا أريد بروسيسي الإلكترال وفيها الدبابة وفيها الجيش سوف يدخل ويخرج من إطاره الدستوري يقول لك هذين عرفوها وخرجوا بيان عزيزي المشاهدين وقالوا الألجيري سوى دبري الترانزيسيون سموها الترانزيسيون وعزيزي المشاهدين نديكم من اللور وأننا أعطي لكم باللي في النشرة التلفزة الجزائرية نرحبسوا المسار الديمقراطي هدرونا الثاني على الترانزيسيون الأعلى للأمن المجتمع اليوم في الجزائر العاصمة بمقر الحكومة يقرر بالإجماع أولا يلاحظ استحالة مواصلة المسار الانتخابي إلى غاية أن تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من تصريح المجلس الدستوري ثانيا يقرر التكفل مؤقتا بكل مسألة من شأنها أن تخل بالنظام العام وأمن الدولة هذا السيسي هذا السيسي هذا السيسي formé en France en Grande-Bretagne et surtout aux Etats-Unis c'est un homme qui a été formé 157 شهيد 1850 مصاب 690 معتقل و7 قنوات تم إغلاقها صحية على الشرعية يا سيسي صحية على الشرعية لقد صفق أشباه الإعلاميين أعزائي المشاهدين لكل الإنقلابات في الجزائر وفي مصر وهذه الإعلاميين مثلا next one هاو هذه نسائم الحرية اللي جابها الناس السيسي المصر عزي المشاهدين هاي وهذه صور نلقوها في الدول اللي نقلب فيها الجيش على الشرعية وعلى اختيار الشعب هاو يجبونهم القزولة ويجبونهم سلاح وش فكرنا في هذا عزي المشاهدين سكي سي باسيون الجيري سي اكزاك تمولا ممشوز وشي حاوسو الحمقى عزي المشاهدين ينتهجون نفس الأساليب ويريدون أن تكون النتائج مخالفة مستحيل أن تكون النتائج مخالفة ما نراه الآن في مصر عزي المشاهدين عشناه في الجزائر عشناه ضيور لزيماجون بارل سورة الجاية من فضلك هذا بلطاجي هذا عزي المشاهدين ها؟ هذا هذا مدرع ها؟ كما واحد واحد الجزائري مسكين عقب عشر سنين سجد والجوج قالوا ليه حكموك قالوا لقوا عندي شار قالوا وين كنتم ميسي الشار؟ قالوا كنتم ميسيها من الله ورف البرويطة تعي هذا كذا بلطاجي هذا عزي المشاهدين ها فيه 15 مورا هذا صور عزي المشاهدين هذا صور عزي المشاهدين هادو سنون دي جيبسيا والله ما جمناهم من سوريا هادو كانوا يصليوا فجر عزي المشاهدين مصاروا وراحوا يصليوا فجر ماتوا هادو هادو هذا الصور نعط لي الصورة اللي جاية هذا أعزائي المشاهدين بلتاجي هذا ستن جورناليست هذا ستن فوتوغراف كي فيلمي انتيرير ديليت صوروا انتيرير ديليت هذا اكتير عليه كتله والصور شفتها بارتو هذا بلتاجي أعزائي المشاهدين بسكوين نوفل باكو لزيماج أعزائي المشاهدين لزيماج ضدهم حوسوا نقرة وغير الحقيقة تحهم أعزائي المشاهدين الذي يقضعوا في المغربية وفي قنوات الأحرار بسكوين نجيب لزيماج نكستوارد هذي لم ينعطوهش في تلفزة التوحم بلتاجيين هذو هذو في المساجد الآن في القاهرة نين يلقوا بورتابل نين يلقوا بورتفوي فيه سوارد والله ما فيهش يديوها لبلاسة هالي ويقلبوه لما لها سيديفوايو هذو ومش ديفوايو هذو ممش خارجين من ممش دي من من الريخ سيديفسيان كيفولوا سيابوه بيانشور حوش يأخدموا بلدهم سيان شواء سيان شواء ليه تخجلي تي من الإطار الدستوري تاعد دي تنبوزي ليرايك ومن بعد يجيو البارح حنا نقرأو عزي المشاهدين البارح حنا نقرأو في كتاب جزائريين إعلاميين جزائريين يقول لك باللي الميزولمان سينابت على ديموكراسي يقول لك باللي انت يا مزلت مزلت بيبي متغطرش تابليك على ديموكراسي تيان انفان ما تعرفش صلاحك يعرفوا صلاحنا خر مننا عزي المشاهدين هذا الإعلاميين عزي المشاهدين هذه في الشروق اليوم خرجت هؤلاء شياطين الفتنة في مصر وحيي الشروق على هذا المصح كنت نحييك أكثر كان خطيتي نفس الصور بتاع الإعلاميين الجزائريين اللي حييووا الإنقلاب في الجزائر في 92 هذا الـ MBC هذا 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 الممسوخ هذا شوفوا ماذا كان يقول شوفوا ماذا كان يقول عزي المشاهدين قبل ما يطيح حسني مبارك فيديو بنا يدي الرئيس طلط العمر ولن يكون هناك رئيس أفضل من هذا الرئيس هذا الرجل اللي بقاله 30 سنة يحكم مصر يعرف كل حاجة فيه خلاص جميل يا رب يديه طلط العمر ويفضل موجود والصحة شفت الله يخلينا حسني مبارك ما يموتش مرة يموت بي باش حسني مبارك يريح أدفيتم إترنام عزي المشاهدين شوفوا وشجال نهار طاح حسني مبارك كنا مجلولين يا جماعة نحن كنا حالة بزرح لا يمكن حييجي أسوأ من اللي كنا فيه لا يمكن حييجي زل ومهانة قد اللي كنا فيها كان الناس بتضطرب في الإقسام قدام مرطاتهم ومهاتهم بالجزم وبالبرطيش شفتوا هذا الغير مؤدب أنا شفتوا وشجال حرباء عزيزي المشاهدين يتبدل كتاتا وشوفوا الآن وش روي يقول كيسقط مرصي كيش روي يسب في الإخوان لا أنا عندي كويز لكم عزيزي المشاهدين كان يقول لي شكون هذا نعطيها قلب اللوس حبها قلب اللوس شكون هذا تعرفوا اشه؟ هذا ذو كنا شرح لكم نعطيكم من الانديس ناكس وان ياسور هذا شيخ الأزر بس هم قرفتوا مكستمو حسب لسيتيواشون طربقها كان مع مع اللاشرعية مع الانقلاب العسكري وكيشفها بلي الحالة يولت من الزاقية قالوا ما نذكرون عن تكفي داري هذا مثل عزيزي المشاهدين على ذوك علماء البلاط يكانوا مع مع توقيف المسار الانتخابي في الجزائر والمسار الديمقراطي قراموا يديروا آمان للانستيتيوشيون ميليتر في الجزائر قراموا يفتيوا بالعمق الله لا يتربحكم هذا واحد مني ناكست وانا عزيزي المشاهدين هذا مش هنزيد نقول عليه هذا عزيزي المشاهدين هذا كان كما قلت لكم سيتيو شيف تعالوا ورغانيزاسيون مونديال تعال نوكليير هذا اللي كان يحوس عالي يزار نوكليير في العراق وكتب الرابور الكاذب باش الماني كان يدخلوا العراق ويديوا ثروات العراق هذا هو هذا أنا من أقنع العواصم الغربية بتنحية مرسي أو يستعرف عزيزي المشاهدين يستعرف قالوا ما نا كنت كل يوم وست شر ست شر المؤخرة يقولوا قالوا باللي ست شر هو ما بين الولايات المتحدة السعودية والإمارات باش يطيحوا حكم الإخوان لأننا نفهم عزيزي المشاهدين له 12 مليار طاحوا أونفيت كاترور اللي جيبت نار كانوا اللي جيبت يحوسوا على أمبري من عند الأفمي بخمس ملاير ولا دولة عربي يعطاتهم نيات حتى الجزائر بس احنا نسلفوا الأفمي احنا نسلفوا مصر ما نسلفوا همش إخواننا المصاروة اللي يعاونونا في ثورة ما نسلفوا همش ليه بس الحكم بتاع الإخوان هكو بتاع مرسي هذا الخاين هذا قريب أدو دو يقول لي رئيس حكومة عزيزي المشاهدين هذا هذا يحوس يقول لي رئيس حكومة لماذا؟ لأن إسرائيل تريد ذلك عزيزي المشاهدين من المستحيل إسرائيل تقبل حكومة إخوان على حدودها هذا هو الجواب الكافي ما هي قضية حكم ما هي قضية شرعية ما هي قضية ديمقراطية هي قضية إسرائيل وعندها رجالتها ورجال حسن المبارك لماذا زالوا حتى الآن في مصر إذا رجعنا إلى الوراء عزيزي المشاهدين لنش ندروا مقارنة بين الشرف الجزائر وش روي صار الآن في المشاهد المصري أول رئيس زار الجزائر بعد الإنقلاب العسكري الإنقلاب على الشرعية الإنقلاب على اختيار الشعب هو حسن المبارك ومينسة زفارة لانجار في الوقت هذا كان الأخذ الإبراهيمي لا أقول لنا رسبونسابل تعالوني هو المبعوث الأممي الآن في سوريا عنده عم مريق الأول سنوه ما هو شريق يظل في الزواتي سنكي طواله هو نفس الدور اللي راو تدير فيه هذا سيد هذا هذا الندب هذا الله لا يتربحوا هذا رايح جاي باش يطيح إماجيني يا عزي المشاهدين تقطعوا كل إليوا تخاندوا لإماجيني باش تكون إسرائيل وليات المتحدة في مصر أعزي المشاهدين والجماعة رمي صفقوا والإعلاميين في مصر ويصفقوا وهذه الممثلات لنفخوا شوارب هم ذو يجيوا يشطحوا غنيوا يسقط مرسي ما فهمتوا ألو أنا أنا والله ما فهمتوا كيف هذا السيد المسكين أيها فيه أيها فيه أنتو وإحنا مين وإحنا وإحنا أنا تعبان أنا من دي واتعبان أنا عايزة أعرف فيه أي الراجل قال لك ما تعرفش ما تعرفش إيه ما أعرفش إزاي يعني أما الناس تقولي إزاي مش الراجل دا مشقق المفروض يعلمني أنا المفروض أما الان skillet جга عايزك يعني هو عايزك تقولو وراء إيه آآ عايزنا نقول هقمUR كان المرشد مرشد مرشد مين ومن بعد باش نزيدكم عزيزي المشيد بنزيدوا نسافروا في التاريخ أحمد طالب إبراهيمي هذا رفيق الدرب تعبوا تفليقة ومديين وبنبلة شوفوا شراءوا يحكي الجماعة هذو واجداروا فيه سنة 64 كانت سنة تعتقالات وتعتقالات فرحات عباس نقل للجنوب في إقامة جبرية والعاقيد شعباني قوبض عليه وحكم بالإعدام ونفذ حكم الإعدام وهو لم يتجاوز الثلاثين وحكم بالإعدام على حسين آي تحمد ولم ينفذ يعني سنة 64 كانت سنة تنكين قوبض علي ولا أريد أن أدخل في التفاصيل لأن ذكرى مؤلمة وأذبت عذابا نكرى آآ لا أقول لي أذبت عذابا نكرى لأنني لم أكن وحيدا قوبض على آخرين سمعت سمعت صراخ المئات من الجزائريين في نفس المكان مكان تعريب الجملة الوحيدة اللي أستطيع أقولها هي أن السبعة أشهر التي قضيتها في السجون الجزائرية أصبحت الخمس سنوات التي قضيتها في السجون الفرنسية تبدو لي وكأنها جنة نعيم ماذا عزيزي المشاهدين حشم يحكي ماذا داروا فيه سبعة أشهر وواف الحبس قالهم سبعة أشهر تاع الحبس اللي عقبتهم في 1964 في الجزائر الخمس سنين اللي عقبتهم في السجن في فرنسا بنوا لي جنة نعيم وقال عزيزي المشاهدين لقد عذبتوا عذابا نكرا ابو تفليقة وبوميدين وبنبلة عذبوا هذا السيد عذابا نكرا وقال لك كنت نسمع مئات من الجزائرين كانوا يعذبون في 1964 بعد الاستقلال عزيزي المشاهدين حكومة المتعاقبة تتعذيب وتتشريد وتتع قتل وتع نهب وتع سرقة عزيزي المشاهدين ما عندهم حتى شرعية عزيزي المشاهدين يخافوا يخافوا من الصندوق يخافوا من الشعب بسيخلاص ذوكا خلاص أي قانو ذوكا باللي القوة سيقوة الشعب المدفع وسلاح سنفوا أبسوليمون بلوريان والتومة أيها الشباب تومة اللي ربحتوا الباك الآن تومة هم راح يتمنعوا الجزائر من أيدي هذي السريق عزيزي المشاهدين إن كنتم تصومونا في الأرجنتين سوف تصومونا خمس ساعات وإن كنتم في السويد سوف تصومونا 20 ساعة وفي إفريقيا سوف تصومونا 10 ساعات وإن كنت عزيزي المشاهد في فرنسا سوف تصومو 19 ساعة إذا كنت في بريطانيا سوف تصومو 20 ساعة وإن كنت في الخليج سوف تصومو 16 ساعة إن كنت في سوريا لن تصومو ساعة واحدة 21 ساعة وخمسين مزلات وهم اللي كانوا بيقولوا يا رجالة هذه صحة انتهت حرصة في جورنال عزيزي المشاهدين صحة فطوركم وصحة صحوركم تلقوا المرة إن شاء الله عبقوا على خير اشتركوا في القناة